رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني مجرد دمية والعراق يدار بشكل مباشر من حلفاء إيران بهذه العبارة وصفت مجلة فورين أفرس حال العراق اليوم تحت هذا العنوان العراق ينهار بهدوء حذر تقرير المجلة الأمريكية من إحكام القوى الموالية لإيران قبضتها على الحكومة والبرلمان والقضاء والاقتصاد والأمن في العراق في ظل تمتع نور المالك وقيس الخزعل وهاد العامل بمستوى من السلطة المطلقة مظاهر هذه السلطة تجسدها سيطرة الإطار التنسيقي على جميع مفاصل البلاد إلى جانب نهب موارد الدولة بوسائل عديدة من بينها إنشاء شركة المهندس العامة ذات الصلاحيات غير المحدودة وتبقى سيطرة تلك القوى على القضاء في العراق من أخطر صور الهيمنة ويتجلى ذلك برئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي وصفته فورين أفرز بحليف وثيق لأمراء الحرب القائمين على قيادة الإطار التنسيقي لا سيما وأن القضاء يتدخل بشكل حاسم في سياسات البلاد لترسيخ نفوذ الميليشيات كما أنه يعد بمثابة هراوة دائمة تستخدمها الميليشيات للقضاء على أي صوت يناهضها بحسب التقرير الأمريكي وضمن محاولات الشراء الولاء ضاعفت القوى الموالية لإيران أعداد عناصر الميليشيات من 122 ألفا إلى 238 ألفا رغم التحذيرات الدولية من سياسة الإنفاق المتهور وبذلك تضع تلك القوى حجر أساس آخر لزعزعة استقرار مستقبل العراق والمنطقة بأكملها وبينما ترى واشنطن المنهكة في صراعها مع الصين أن المقياس الحقيقي هو وقف تصعيد التوترات بين الميليشيات يقترب العراق كما تشير فورين أفرز أكثر فأكثر نحو الهاوية في تكرار جديد لسيناريو إعادة تكليف نور المالك بأولاية كارثية ثانية ما زالت آثارها شاخصة في دمار المدن المنكوبة ومصير سكانها وختمت فورين أفرز تقريرها بالقول إنه يمكن لإدارة بايدن محاربة الميليشيات والوقوف مع الجانب الصحيح لكن يبقى السؤال ألم تكن واشنطن العامل الأساسي في وصول العراق لهذا المنحنى الخطير من تاريخه